موسيقى 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 النهاردة هنشرح مع بعض شولدر بينج كاتجوريزاشن او كلاسفكيشن او شولدر بينج ليه اصلا فيه كلاسفكيشن او ليه اتعمل الكلاسفكيشن علشان الكلاسفكيشن دي بتساعد انك تقسم الناس لسب جروب وكل جروب منهم بيخضع لتدخل علاجي معين بتساعدك انك تاخد قرار علاجي مناسب وتتوقع التحسن افضل بتنتقل بطريق تفكيرك من الباثواناتوميكل او المشكلة اللي حصلة في التشو نفسها او الانفليميشن للتريتمينت اوريانتل ان انت بتحط خطة علاجية محددة ومناسبة للعيان ده او من منظور التشخيص العادي للعلاج لحد دلوقتي مفيش اي دليل قوي على طريقة معينة لعلاج الشولدر وانك ممكن تغير كمان طريقة علاجك في اي مرحلة من مراحل العلاج في اربعه اي مرحلة اول واحد هو الباثواناتوميكال تاني واحد تريتمينت بيزراباليتيشام تالت واحد هو الموفمينت سيستيم رابع واحد الستاج ابروتش او الستار ابروتش اول واحد و هو الباثواناتوميكال باثواناتوميكال يعني الباسوليجي اللي بيحصل في الميكانيكس او في التشو يعني زي ايه زي اي حاجة بتحصل او اي انجري بيحصل في التشو نفسه زي الانفلاميشن زي التير تمام زي البرسايتس زي التندرانيتس كل الحاجات دي ايه انفلاميشنز او انجري بتحصل للتشو نفسه يبقى ايه هو الباثو اناتوميكا المودل ده عبارة عن كلاسفيكينشن سيستم يستخدم في تشخيص حالات الشدر عن طريق الاصابات اللي بتحصل في الانسجة او اي حاجة محيطة بيها زي انك مثلا تسمي اصابة امبنجمنت اكربسوريتس او فروزن زي ما هو والتشخيص ده مش بيكون افضل حاجة لانه غالبا ممكن تلاقي نفس الاصابة او الباسولوجي لها اكتر من اسم والانسجة مش بتوسط بدقة ايه هو التشخيص غير انها مش بتساعد في حاجة في التأهيل الطب يعني هو بيفترض ان كل المرضى عندهم نفس الاصابة بيتعاملوا نفس المعاملة في العلاج الابروتش ده عامل حاجة اسمها انترنوشنال كلاسفيكيشن ديزيز مدي امثلة انه مثلا فيه كذا ديزيز بيتعاملوا نفس المعاملة او ليهم نفس الوصف زي الاتذيك كابسوليتس مثلا اسمه فروزن شولدر روتيتور كاف سندروم روتيتور كاف سوباز بانيتا ستير او رابتشار البايسيبتال تندريتس تلسيفك تندريتس وكلها امثلة للباثو اناتوميكال موديل تاني كلاسفيكيشن او تاني طايب معانا هو وده اللي هو بيعتمد على العلاج الطبيعي والتأهيل لعلاج الكتف في ارتباط ضعيف بين الباثو اناتوميكال والتأهيل او التمرير العلاجية يعني مثلا مش كل الاشخاص اللي هما عندهم تندريتس انا قادر استخدام لهم برنامج معين في التأهيل تمام مش كل الاشخاص اللي هما فيهم انفليميشن في الكابسول ها قادر استخدام لهم نفس التأهيل لأ كل حالة وليها برنامج او ليها تريتمنت بلانة الخاصة بيه الابروتش او الموديل ده بيعتمد اني مثلا بشوف حالة زي او شخص عنده شولدر امبنجمنت ببدأ استخدام مع بعض التمرين تمام والتمرين اللي هي بتجيب معا نتيجة ببدأ انا اعتمدها في خطة تريتمنت بلان او خطة العلاج بتاعها هو بيعتمد على الفيزيكال اسسمنت اكتر منه على الستركشور باسولوجي واحد من ضمن الابروتش ده هو الشولدر سيمتومز موديفكيشن شولدر سيمتومز موديفكيشن بروسيدشن وده بيشوف مثلا وضع السورسك او وضع السكابولة تمام ووضع الهيومران هيد وبيبدأ يربط كل البوزيشن دي بالقلم اللي حاصل وبيبدأ يطلع منهم زي ما قلنا تريتمنت بلاني يبقى زي ما قلنا التريتمنت رابلتيشن موديل بيبدأ يبص علي ايه نبدأ زي ما قلنا بيعتمد على الاسسمنت نبدأ نشوف الهيستوري البيشن نشوف الديسابوليتي ميجرمنت الامبيرد ميجرمنت مشاكل اللي حصلة عند العيان او التسكس مش بيقدر يعملها نعمل بلبيشن نشوف الرينج وفموشن نشوف الاختبارات بتاعة السترنس نعمل نشوف الاسكابولر والهيومران هيد بوزيشن ده هو الريبلتيشن موديل واشوف تأثير كل اللي قلناه ده ايه وابدأ احط التريتمنت بلان ثالث حاجة معانا هو الموغمينت سيستم موديل وده بيركز اكتر على المشاكل في الحركة كسبب رئيسي المشكلة وبيحللها وتبقى اللي ده بتبدأ تحط التريتمنت بلان بتاعك يعني مثلا هنشوف حركة زي الاليفيشن تمام علشان تحصل حركة الاليفيشن دي نحتاج الاسكابولر تعمل موشن معينة زي انها الاليفيشن الكلاب هيكل تبدأ يحصل لها الاليفيشن الهيومرس وتبدأ مثلا يحصل يعني مثلا زي ما قلنا هنا بمثال الاليفيشن حد بيرفع ايده نبدأ نشوفها في انه مدى وازاي الحركة في الهيومرس او في الاسكابولر ولو في مشاكل مثلا بايو سايكو سوشيال مؤثرها عليهم خليها مش قادر يعمل حركة دي بابدأ اعمل اناليسيس بكل ده وابدأ ااخد تريتمنت بلان تبقى لي للا انا شايف يعني مثلا حد عنده شولدر بين ابدأ اشوف هل هو شولدر أورجين ولا من شولدر أورجين او ريفيرد زي السيروائيكو تمام تمام طيب لو هو شولدر أورجين ابدأ اشوف هل هو نون ميكانيكال ولا ميكانيكال لو نون ميكانيكال زي البين مثلا ميكانيكال او ال بايو سايكو سوشيال تمام ولا هو ميكانيكال ولا هو ميكانيكال كوز أبص أشوف هل هو برايمري كابلوسراسي برايمري سياسي 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 هل هو هايبو ولا هايبار بابدتي برايمر اسكابلو سوراسي تمام ب warm سياسي وميكانيكال شنو في مثلا ديكريز في اسكابلر بوستيرو تلت ولا فيه اسكابلر انتيرنا روتيشن ولا فيه اسكابلر انتيرنا روتيشن ولا فيه تمام هبدأ اشوف كل الاسباب دي وتبقى لكل الحاجات دي هبدأ حط التريتمينت بلان بتاعتي حاجة تاني كمان بيبدأ يبص عليها هي الفورس برودكشن بيبدأ يشوف الفورس برودكشن ويشوف الكوردينيشن برضو ويشوف الاندورنس يعني بيبص نظرة شاملة على كل الموفمينت او على كل الحركة اللي بتحصل اخر ابروتش معنا هو الستيج ابروتش او الستار شولدر تمام وده دمج ما بين الباثو اناتوميكل مع التريتمينت بيسد موديل وده بيكون عبارة عن ديتيلد سكريننج بروسيجور للفيزيكال اسسمنت والهيستري اول حاجة فيه اللي هي السكريننج ببدأ اشوف ايه هو الهيستري بالظبط واسمع ايه الشكوى بتاعت العيان واشوف هل هي بالمسكولوسكليتال ابدأ اشوف الريد فلاج واليالو فلاج ابدأ اشوف الباثو اه اناتوميكل دياجنوزيس ثاني حاجة هي الباثو اناتوميكل دياجنوزيس اشوف اه الاسبيشال تيست اشوف الامجينج الاشعاعات او اي حاجة خاصة بالتشو باسولوجي وهي العيان ده محتاج ميديكيشن ولا سيرجيري ولا كونزيرفتيب وابدأ اشوف وحدد وعلى هذا الاساس هكمل الريابلتيشن وده طبعا بيتغير على حسب الريتاباليتي بتاعت التشو في اي مرحلة وعلى حسب ده هختار اي تكنيك التأهيل يتناسب الحالي مع العلم ان انا اثناء فترة الريابلتيشن ممكن اغير كزا مرة طرية التأهيل وطرية اللوت اللي بتتناسب مع الريتاباليتي بتاعت التشو الستار ابروتش ده يعتبر اكتر حاجة بالد في كل الابروتشز اللي فاتت دي تمام وزي ما احنا قلنا هنقوم بسرعة هنعمل سكينينج السكينينج دي هشوف بها الهيستوري والإجزامينيشن تمام واشوف هل العيان ده اللي تبدل الفيزوسيروبي ولا لا تمام نون روبريت طول بيتي يبقى العين ده خلاص مش بتاعي لا لو هو بيتناسب مع البيتي او بيتناسب مع البيتي بس ريفيرو يعني احاول في الحالتين دول هبص على الباثواناتو ميكان واشوف هل هو شولدر أورجين ولا نون شولدر أورجين لو هو نون شولدر أورجين طبعا من الجدعاء لو هو شولدر أورجين هشوف ايه المشكلة هل هي ساب أكروميا البين ولا هي كابسولويتس ولا هي لونهيومرال انستابلتي بسنا على هذا الحساس اشوف الريابلتيشن كلاسيفكيشن واشوف الريتابلتي واشوف الريتابل وابدأ طبقا لكل ده احب التريتمنت الريتابل اللي تناسبت طيب عشان نلخص كل الفات ده خلينا عارفين ان الباثو اناتوميكال دياجنوزس او بيسموه التريتشنال اللي هو بيستخدموه اكتر ده حاجة غير متناسبة معنا كبيتي لان انت عايز حاجة تعتمد على الحركة او تشخيص باعتمد على الحركة والفونكشنال اللي انت تقدر تعملها مع العيان لان ده الجول بتاعك في الاخر انك توصله للفونكشنال بتاعك فالتشخيص بالباثو اناتوم كالدياجنوز غير مناسب انت بتاخده بس في الاعتبار ولكن ما تقدرش تاخده كتشخيص كامل لك مفيش اي ابروتش او اي تقدر تعتمد على الاعتماد كله ممكن تختار واحد ممكن تغير ما بين الاربعة خلال قطرة العلاج كلها اهم حاجة تبص على الموفمينت سيستم ككل تبص على الرابلتيشن مودل وبرده تاخد في الاعتبار الاربعة واناتوم كالدياجنوز وتبدأ من ده كله تحط التريتمينت بلانت تبقى للهيستري والإجزامناشن وكل الاربعة اللي انت هتعملوه مع العينة